السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة فوق شوية إخواني أخواتي في حلقة اليوم غادي نتكلموا على قضية الدكتور التازي اللي تفجرت وكانت صدمة كبيرة للجميع إخواني أخواتي ديرونا اللايكات كتيرونا التعليق باش الفيديو يوصل بزاف ديالناس لأن القناتك تتعرض للسينيال ندخلوا في صلب الموضوع إخواني أخواتي سنتكلموا على قضية الدكتور التازي اللي تفجرت وكانت صدمة كبيرة للجميع طبيب التجميل إخواني أخواتي كان مكحل الضواسة مكحل الضواسة بدل فوق هذا وكان كل شيء تحت الدف وكيبيل للناس الوجه المضوي واللي يدير الخير وكيبغي يعاون الفقارة حتى من اسمية دياله سمى رأسه طبيب الفقارة حيث غير اللي تلفت له الجريا وكيبغي الضربة في الفقارة كيسمى رأسه حبيب الفقارة طبيب الفقارة عزيز الفقارة وإلى آخره الناس منين كتسمع هاد الأسماء المربوطة بالفقارة كالطيق وكتقول هادا هو الإنسان اللي ينتق فيه هادا هو الإنسان اللي ما غاديش يديل يرزقي وغيوصل الآمنة إلى صاحبها وإلى أهليها ومنين كيحصل عليه النصب بنادم كي تصدم هادا كرا مشي مالك هادا كرا باشار طبع طاعوا الله ينجينا وينجيكم إخواني أخواتي السيهم تازي والزوجة دياله أخوه كانوا متعين مع رأسهم بمآسي الفقارة كانوا متعين مع رأسهم بمآسي الفقارة كان همهم الوحيد هو الفلوس يدخلوا بأي طريقة باش يبقوا عايشين الحياة عايشين الرفاهية عايشين بفلوس عباد الله أمبرعين وجميل نفط بدل الحديد على ظهر ولاد الشعب والإبتزاز والنصب والإحتيال والاتجار بالبشار بالعلالي إخواني أخواتي في الأيام الأخيرة خرجوا بزاف ديالناس في منابر إعلامية واللي كيتهموا فيها الدكتور تازي أنه نصب عليهم السؤال المطروح هنا الإخوة الكرام هو أشنو اللي خلها هات الناس على خفلة وحتى لدابة عاد خرجوا يدويوا على حقهم وهذا السؤال هذا كيتطرح عندي بزاف في العديد من الفيديوهات علاش هاد الناس حتى لدابة عاد خرجوا كيتكلموا على حقهم فبكل بساطة الإخوة الكرام هاد الناس كانوا خايفين منه على أنه المستوى المادي دياله عالي أن السيد كيتلاح في منابر إعلامية وكيتكلم بكل فصحة لسان زيد على ذلك أنه موسم من طرف جلالات المالك محمد سادس الله ينصره وأنه لباس عليه وعنده مشاريع دياله وهذا الشي اللي خلها هاد الناس كان عندهم تخوف على أنهم يهضروا على حقهم ويديروا متابعة قضائية وهما ما عندهم احتبش يوكلوا محامي هو الأخير عكس طبيب إخواني أخوتي يدير عليهم حتى عشرين محامي غير باش ما يوصخوش لي هاد الناس صورة ديالته والاسم دياله طبيب الفقراء اللي خلها هاد الناس حتى لدابة عادي هضروا احتشافوه تتاقل وعرفوه بين آياد القضاء هاد شي اللي شجعوهم باش يدويوا على الحق ديالهم الدكتور حسن تازي كان كيدخل في اليوم الواحد عشرين مليون يوميا في استغلال ولاده وبنات الشعب المحتاجين كيفاش غيبرر الدكتور التازي والزوجة دياله الجرائم ديالهم وهما ماشي محتاجين بغينا القضاء يطبق عليهم أقصى العقوبات بغينا بلادنا أنها تنقم الإجرام هاد الدكتور إخواني أخوتي كان كيدير الفيديوهات والعمليات على المباشير بشيبان أنه كيساعد الناس وكيدير الخير طبيب الفقراء وهو كيدرب الفلوس صحيحة على ظهر الفقراء إخواني أخوتي قضي التحقيق بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء غيب دفل استنتق التفصيلي للطبيب الحسن التازي اليوم الخاميس للتحقيق معاه في التهم الموجهة له واللي كتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في التجار بالباشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير كشف ملتمس نيابة العامة بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء والقادي بإجراء تحقيق في القضية المدوية لطبيب تجميل الشهير الدكتور الحسن التازي ومن معاه عن حقائق حارقة في هذه القضية اللي بصتها المحضر المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاعتقال الاحتياطي والإيداع للسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء في حق المتهمين أوجبه ضرورة التحقيق وخطورة الأفعال الجرمية ومساسها بالنظام العام وكينين إتباتات كينين إتباتات في حق المتهمين وذلك طبقة للفصول 134 و159 و175 من قانون المستارة الجنائية النيابة العامة المختصة أمرات باتخاذ ما يلزم في حق ثلاثة المتهمات واللي هما ممرضات وكي يشتغلوا لصالح الدكتور التازي واللي هو مدير المصحة قبل ما يتقرر متابعتهم في حالة صراح الأبحاث والتحريات المنجزة من خلال البحث التمهيدي انتج عليها واتباعا للنيابة العامة وجود أدلة كافية وتابت على ارتكاب الدكتور التازي لجناية الاتجار بالباشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية النصب والاحتيال على المتبرعين بحسنية بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض وجنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالباشر ومع العلم بجريمة الاتجار بالباشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررة تجارية واستعمالها في صنع شواهد كتضمن واقع غير صحيحة واستعمالها وجنحة الاتكاب مقدم الخدمات الطبية غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة وجنحة زيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صورة أشخاص دون موافقتهم الدكتور التازي إخواني أخواتي عنده تسعود ديال التهم اللي موجهة له وأدي الأخرا اللي خلت النيابة العامة تتهم ونيابة نشقرون واللي هي زوجة الدكتور التازي الشهير بجناية التجار بالباشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية النصب والاحتيال على المتبرعين بحسنية والتهم الأخرى فهي نفس التهم اللي عند زوج ديالها إخواني أخواتي فبعد فصول المتابعة تقارن مع فصول متابعة صحفي توفيق بو عشرين المحكوم عليه بخمستاشر سنة سجن النافذة مع دفع تعويضات لتماني ضحايا بقيمة مليونين وخمسمائة ألف درهم إخواني أخواتي القاضية عن الدكتور التازي حامضة وخانزة لأنه الطمع طاعون السيد ما مخصوش ما مخصوش إخواني أخواتي وشوف أشنه دار أش خلال الناس اللي ما عندهم شو ما في حالهمش إخواني أخواتي أش نخلالهم ما يديرون هاد الفصول اللي هو متابع بها الدكتور التازي غادي تصيف طول الحبس من خمستاشر سنة إلى ثلاثون سنة إخواني أخواتي اللي هو ولا الزوجة دياله ولا الأخ دياله ولا الممرضات اللي معاه حسبي الله هو نعم الوكيد بغينا البلاد ديان نتنقى من هاد المجريمين بغينا بلادنا تنقى من الإجرام ومن هاد الناس اللي كيستغلوا ضعف الشعب المغربي إخواني أخواتي لنا الخبر وإليكم التعليق ما تبخلوش علينا باللايكات كترونا التعاليق بارتاجوا هاد الفيديو فين ما كان فانطلقوا في فيديو الجاي إن شاء الله خليتلكم الراحة والسلام وعليكم ترجمة نانسي قنقر